السلام عليكم مشاهدين اضطراب جوي نشيط الفعالية حيكون محمل بأمطار تكون معتبرة محل ينتخص المناطق الوسطى والشرقية هو اضطراب جوي ان شاء الله كذلك حيكون مرفوق بانخفاض جد محسوس في درجات الحرارة القصوى كذلك ثلوج ان شاء الله حتكون حاضرة بعض تساقط الثلوج نوعا ما خفيفة على المرتفعات التي يصلوا على الوال 1400 متر ان شاء الله خاصة مرتفعات جوجرا رح نشوف التفاصيل مع بعض اليوم السبت وصورة القامة الاصطناعي توضح ان هذا الاضطراب الجوي القادم من شمال شرق اوروبا يخص الى غاية المناطق الشرقية وكذلك الوسطى بصحب سفلة كثيفة تكون محملة بامطار بعض الصحب الخفيفة نوعا ما تخص فقط الجنوب الغربي بالنسبة للرياح اليوم السبت تكون هنا ريح قوية هي الاخرى احتعرفها جل المناطق الشمالية والجنوبية بسرعة تتراوح ما بين 40 الى غاية 50 كم في الساعة حالة التقس لصبيحة السبت ان شاء الله كما نلاحظوا في الصورة اجواء ممتنة ان شاء الله تكون انطار خيرة على البلاد والعباد رح تخص المناطق الشرقية والوسطى وتقس غائم وسحب سفلة كثيفة تخص المناطق الغربية مع تشكل بعض الضبق خلال الصبيحة على السواحل الغربية اجواء مشمسة على مجملة المناطق الجنوبية درجة الحرى المتوقعة لصبيحة السبت بحول الى اجواء تكون باردة لذلك رح نسجد حوالي ثلاث درجة على باتنا ميلا وخنجلا ربعة درجة ان شاء الله متوقعة على كل من الجلفة تيارة نعامة مشرية كذلك على مدينة البيض عشرة بالمدية وتزيوزو تسعة فقط بجزايا العاصمة بومردس وتيبازا تناشة على كل من وهران وعنبات مينيا على بشار تناشة كذلك على تندوف وأدرار تلتاشة على عين سلحة عشرة فقط على مدينة غردية تلحق حتى ثلاثة درجة ان شاء الله على تمان راس ظهيرة السبت تبقى دايما اجواء ممترة ان شاء الله تكون انطار خير حتى عرفها المناطق الشرقية والوسطى فقط في انتظر ان هذا الاضطراب الجوي ان شاء الله يوم الاحد اللي حينتقل الى غاية المناطق الغربية نقول لكم المناطق الغربية تبقى دايما اجواء مشمسة وبعض السحب اجواء مشمسة على العموم على مجمل المناطق الجنوبية درجة الحرارة القصوى المتوقعة لظهيرة السبت كذلك نلاحظ انخفاض جد محسوس في درجة الحرارة القصوى على المناطق الداخلية عشرة درجة كأدنى مقياس متوقع على باتنا ميلا وخنشة 11 درجة بقسنطينة سطيف وبرج بوريج 13 بالبيض 15 على كل من الجلفاتيات العامة ومشرية 20 على كل من وهران الجزائر العاصمة بومردس وتيبازا 18 ببجاية جي جي سكيك داعنابا وكذلك الطرف نسجل 21 درجة على بشار 26 20 درجة على مدينة غردية كذلك على ورقل 24 بكل من إليزي وجانات البحر ان شاء الله اليوم السبت نوعا ما سيكون بحر مطرب إلى هائج محليا وهذا على طول الشريطة الساحلة مع ريح قوية ما بين 40 حتى 50 كم في الساعة الرؤية راح تكون متوسطة كذلك على طول الشريطة الساحلة مع اتجاه موجه تكون شمالية شرقية تماما على السواحي الغربية والوسطى وشمالية تماما على السواحي الأشقية قبل الختام نباس راح نشوفه كالعادة حالة التقصو هذا اليوم السبت الأحد والإثنين بولاية خنشة أجواء ممطرة وشتوية إن شاء الله احترفها يومي السبت والأحد لكن تعود الأجواء نوعا ما إلى الاستقار يوم الأثنين مع تسجين ما بين 4 درجات إلى 6 درجات خلال الصباحة ونسجين ما بين 8 درجات فقط إلى 11 درجة أجواء باردة الختام سيكون كالعادة بتوقيت شروق وغروب الشمس وهذا اليوم السبت والإخصة الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذه المعلومات السلطي ورقة أحوال التقص دمتم فرعيتلا وحفظه السلام عليكم